ده بقى معاد جرات الجرامر وإحنا النهاردة اتعلمنا إزاي نسأل عن الوقت طريقتين عشان نسأل بهم عن الوقت أول طريقة اللي هي نقول what time فwhat time أنا عندي two options أو اختيارين في الحالة دي لو هاسأل عن حاجة معينة أو عن معاد حاجة معينة هقول what time is فمثلا أنا عايز أسأل عن وقت الغداء فأقول what time is lunch what time is lunch أو عايز أسأل مثلا عن معاد حسة التاريخ أو حسة الإنجليش فأقول what time is English class بالشكل ده أما بقى لو بسأل عن حاجة في الماضي حاجة في الماضي ففي الحالة دي بقول what time was يعني أنا بسألك الحاجة الفلانية دي كانت الساعة كام فأقول لك what time was what time was lunch هو الغداء كان الساعة كام what time was English class what time was the movie هو الفيلم كان الساعة كام أو حسة الإنجليزي كانت الساعة كام الطريقة الثانية بقى أن أنا أستخدم when فأقول when is when is إمتى when is English class when is lunch when is the movie بالشكل ده وعشان تجاوب بقى هتجاوب هناك على الإجابة أو السؤال اللي أنت تسألته فلو حد سألك أقول لك what time is English class ده معنى أنه بيسأل عن English class الجاي أو ال English class اللي جاي فسألته هتقوله it's اللي هي it is هتقول it's it's at بالشكل ده it's at ten it's at eleven it's at four بالشكل ده أما لو أقولك what time was بيسألك عن حاجة حصلت في الماضي فتقوله it was at it was at ten it was at eleven it was at four وهكذا آخر حاجة معنا النهاردة هو الكووت والكووت بتاع النهاردة بيقول the hard work you do makes your life interesting so keep going the hard work you do makes your life interesting so keep going the hard work hard work معناها العمل الجاد العمل الشاق المجهود والاكتهاد اللي أنت بتعمله the hard work you do يعني المجهود اللي أنت بتعمله أو العمل الجاد اللي أنت بتعمله makes your life interesting دي معناها حياتك يبقى بيخلي حياتك يعني بيخلي حياتك مثيرة للاهتمام وفيها متعة يعني كمل واستمر وما توقفش الحاجة اللي انت بتعملها فالكووت بيقول وبس وكان يكون خلص حالة النهاردة اتمنى اكون نصفات منها لا تشترك في القناة علشان نشوف كل الفيديوهات الجديدة وكمان بس شوف الفيديوهات القديمة علشان تتعلم ازا تتكلم في الموضوعات القديمة اللي احنا اتكلمنا عنها انا اسمي احمد حسن من LD Academy وهدف ان ساعدك من خلال الكورس الكمبيتو انك تعلم انجليزي من الصفر اللي احتراف خطوة بخطوة